البصرة أو المدينة الجوهرة كما تصفها صحيفة لوس أنجلوس تيمز الأمريكية أو كما كان ينبغي لها أن تكون إنها غنية بكل ما يمكن أن يتوقعه إنسان من ثروات إلا أن حال هذه المدينة يفوق كل وصف فبحسب رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس المحافظة علي شداد فإن البصرة التي توفر 80% من ثروة العراق النفطية لم تتلقى أي من دولاراتها البترولية منذ منتصف عام 2015 ولم تتلقى حتى نصف رسوم الحدود من الموانئ والمعابر البرية حتى وصل الحال ببلدية البصرة إلى عدم قدرتها على دفع رواتب موظفها إضافة إلى تأجيل نحو 700 مشروع وعلى الرغم من وجود شركات الطاقة متعددة الجنسيات فإن البطالة في زيادة وبسبب سوء الإدارة المائية غزت ملوحة الخليج العربي عذوبة مياه شط العرب فضم حلت مساحات شاسعة من أراضي البصرة الخضراء وتضررت الثروة السمكية بشكل كبير وطال الإهمال القنوات المتفرعة عن شط العرب حتى امتلأت بالقمامة وفوق كل ذلك يعاني البصريون اليوم من غياب القانون فالقبائل والميليشيات المسلحة تحكم وفق رؤيتها مما أطلق لتلك الميليشيات العنانة للقيام بأعمال خطف وسرقة واتجار بالمخدرات ليقف أهالي البصرة يتساءلون هل تعود مدينتهم جوهرة كما كانت يوما ما اشتركوا في القناة